السلام عليكم جيت لكم اليوم بقصة جديدة بقصة طريفة وفيها من الغموض ما يجعلها جدا ممتعة قصة بنت ما حد استطاع أن يجعلها تضحك أبدا طول الفترة وهذه البنت ظلت حديث القرن الـ 20 في الولايات المتحدة الأمريكية بالذات في نيويورك فتاة لم يستطع أحدا نجعلها حتى أشهر الكوميديان في تلك الحقبة الزمنية ما السبب وراء ذلك وما هذه الغرابة فعلا في القصة كل هذا سنعرفه في قصة اليوم الفترة التي لم يستطع حديثي على تضحك ولكن قبل ما نروح يا شباب لا تنسوا بدعمنا بلايك لبنت لايك يشجعنا أكثر أننا نستمر تنزيل المحتوى كهذا نبدأ الحلقة طبعا قبل مئة سنة كان فيه بنت مشهورة جدا في هذه الفترة أنه ما حد يقدر يخليها تضحك أبدا كان فيه امرأة حلص امرأة أنه ما حد يقدر يخليها تضحك أبدا مهما عملوا حتى أنه مجتمعوا أكبر الكوميديان في هذه الفترة الحقبة الزمنية وما أحد منهم مستطع أنه يخليها تضحك أبدا كان مسرح فيكتوريا اللي في نيويورك اللي في أمريكا منزل كبير جدا للمشاهر في هذه الفترة للكوميديانز للممثلين والأصحاب السيرك والأصحاب هذه المواهب الكوميديا التي تجعل الناس يذهبوا للمسرح ويتمأنوا ويشاهدوا المسرح ويضحك وينبسطوا وينسوا الهم والغم يعني ينسوا وهذا المسرح الذي افتتحه مغني المسرح أوسكار أوسكار هامرستين أوسكار نفسها اللي أعتقد هو نفسها اللي بيفعله جوائز أوسكار رفتوها؟ كان في فنان أدى أنثى بنت يعرف باسم سابر سو أسموها الناس كده كانت فنان أيضا هو ممثل مسرح وأيضا يقصد بسابر سو الفترة اللي لا تضحك قاموا المنتجين حق شركة باردايس روف غاردن بيعطى مبلغ قد أنه مئة دولار أمريكية بمن يستطيع أن يجعل سابر سو تضحك على المسرح قاموا ناس كثير منهم متسابقين كانوا مؤظمهم من الجماهير المشاهدة من الحاضرين من الناس البسطة حتى أن الموضوع أضطر أنه كوميديان ومشاهد في الكوميديا كانوا كثار جدا في هذه الفترة تطوعوا مجانا على أنهم يحاولوا يجعلوا هذه سابر سو تضحك ولكن بلا جدوى لم يستطع أحد أن يجعل سابر سو تضحك أبدا أصبح الناس في حالة من الحيرة والغرابة ما الذي يجعل هذه المنت ما تضحك؟ ما هو السبب؟ مجلات وجرائد عالمية في ذلك الوقت تكلموا عن سوبر سو عن هذه الظاهرة الغريبة التي تجعل فتا ما بين عظماء الكوميديا في ذلك الوقت في القرن الأشرين وإبداعاتهم المستمرة ووجودهم وحضورهم في المسرح ولكن كل ما حاولتهم لم تجدينها فعلا حتى أن صحف عالمية في ذلك الوقت تكلمت عن سوبر سو وتكلمت عن الضبط ما الذي يحدث؟ ولماذا كان خبرها على الأرجاء وفي الأنحاء في هذه الفترة؟ أخوان مدوي وكانت ترينت في هذه الفترة لأنه أكيد ما كانش فيه يوتيوب ولا فيه انستجرام ولا فيه فيسبوك في كلمة ترينت هذه ما ندري كيف كانوا بعض بس هي كانت فعلا ترينت تعالوا نشوف يونيورك تايمز تيوزدي جون تونييفايف الف وتسعمائة وسبعة ونزل الخبر في الجريدة بالتالي سوبر سو تظهر لأول برة في الميوت ريفيو في الباردايس روف غاردين تيتر في مسرح فيكتوريا بالليلة الماضية ويوقع أيضا في الصحيفة أنه تم عرض 100 دولار لأي واحد يستطيع أن يجعل هذه الفتاة تظهر وسموه زي الميوت ريفيو زي التعليق الصامت أو شيء من هذا القبيل وأنها مذكر هنا أنها كان مسموح لها أنها تتكلم وحتى أنهم قالوا في الليلة تلك الماضية التي ذكر فيها الخبر أنها قالت لممثلك المسرح كان اسمه فرانك قالت له توقف مذكور في الصحيفة أنها ما ضحكتش ولا غلى شيء وبدت مستاءة جدا وهو مذكور الآن هنا واحد اسمه فرانك يعني كيف أقول لك عادل إمام والشخصية عربية مرة مضحكة مرة تنبسط لما تقس معها لكن ما بيش فائدة من وجوده فهذه كانت ردها عليه وفي صحيفة أخرى ذليما دايلي نيوز في 29 جون 1907 كمان بعد صحيفة هذه بثلاثة بأربعة أيام مكتوب هنا في الخبر فتاة اسمها سوبر سو يعني أكثر فتاة مأخوض عليها الإضاءة في هذه الفترة والاهتمام من الناس ومكتوب هناك على أنه لا بد أن تكون هذه الفتاة مرة متميزة هناك لأنه لا أحد يستطيع أن يجعلها تضحك وكمان صحيفة أخرى كثيرة فأصبحت هذه الفتاة حديثة أمريكا الشمالية حتى أنها ذهبت لأوروبا بالخبر الأخبار تناغلت في كل مكان كانت تناغلوا الناس الأخبار والرح على إيش قصة هذه البنت وليش ما أحد كان يجعلها تضحك وهل فعلا موجود سر؟ لأن في ناس كثير ما تطمرش بينه بين كل الموضوع فقالوا أكيد في شيء وراي هذه البنت ليش ما بتضحكش؟ يعني مستحيل بنت عمرها كلها ما تضحكش إيش كمية الكآبة اللي في هذه إيش كمية الكآبة اللي في أمها طفشتني أنا من القصة طب إيش فيه؟ لابد ما يكون فيه شيء وراء هذا كان فيه تكاهلات واعتقادات من الناس كثير في هذه الفترة إنه ربما فيها شيء ربما البنت مصابة بمرضة ربما البنت مصابة من شيء بي إيقامت الحركة وجهها حركة أعصاب الوجه يعني إنها ما مستحيل تضحك ولا تتكلم لكن فيه ناس كثير قالوا طب لو فيها شيء توجهها طب ليش مذكورة في الصحيفة في ألف وتسعمائة وسبعة إنها تكلمت لو عندك يعني مشكلة في الحركة الوجه أكيد بتبين فيك ملامح ضحكة أكيد ما بيكونش فيك زيرو فيلمي إنك ما تضحكش فكان كل واحد يجيب دليل وكل واحد ينفيه كل واحد يجيب دليل يعني لو فيها المشكلة في حركة عصاب وجهها كيد ما تتكلمش فمش من يعني فهمتوا كيف فالكلام كان ما بيكونش منطقي إلا إن البنت هذه ضلت لغز للناس حتى أن كل ممثل كوميدياني ومسرحي في هذاك الوقت من كان يعتقد الناس أنهم مرة موهوبين ومرة مشهورين ومرة بيضحكوا أصبحوا لا شيء أماما يعني كومبليتلي تافه إنسان تافه تماما يعني أنت ما بيضحكش شعور إحباطك سنبلل نفس ما أنا نزلل الفيديو هذا وما حد يشوفه نفس الشعور الإحباط هذا إلا أنه في يوم من الأيام تم إعلان رسميا أن هذه الفتاة اللي اسمها سوبر سو اسمها الحقيقي سوزان كول سوزان كول لكن نقول سوزان وهذه سوزان اللي سميت بسابر سو اكتشف أن فيها مرض زي المرض الذي يصيب على عصاب الوجه وهي غير قادرة أن تحرك عصاب وجهها كاملا أي أن التعابير الوجه كالبكاء كالضحك كالحزن لا تبدو على ذلك وهذا ما صرح ولكن في ناس كثير أنفر وقالوا أن هذا الكلام لغير صحيح لأنها كانت تظهر عابسة ولا حد لإش القصة وتأخذ بالاعتبار سوزان كل الصور اللي ورّتكم في الفيديو على هذه البنت مهيش حقيقية ومشي صورتها ولكن هذه الصور تم رمزها يعني أدخلوها على أنها رمز للعبوس رمز أنه شخص ما جش تضحك ولكن حتى أن سوبر سو هذه البنت اللي لم تحتى أن كانت مصابة أو غير مصابة إلا أنها أصبحت الترند في هذه الفترة لأي شيء يخصها لمسرع حتى أن هناك ممثلين كبار جداً في هذه الفترة كان يقولون لقت فعلة مسرحية حتى سوبر سو بنفسها لا تضحك عليها فسوبر سو كانت ترمز للشيء الصعب للشيء الثقيل للشيء القوي يعني أنت إذا قدرت أنك تجعل سوبر سو تضحك فأنت ما تقدر تتعال أي واحد في العالم يضحك بسهلات في ناس أيضاً افترضوا أن سوبر سو هذه مصابة بالعمى ربما هي ما بتشوفش بس جلسة تكذب ولا ليش ما بيعجبهاش عدائي أنا كممثل ناجح وكممثل العبقري أو أنها صمة مصابة بالصمم الجزئي ولكن في شتاء 1907 أي أن الموضوع لم يمر عليه سنع حتى بان كل الخبر قالوا الأطباء كان من المستخيل على سوء على السوء كان يسموها سب السوء ولا السوء كان من المستخيل جداً على سوء أن تضحك لأنها كانت تواجه مشكلة عصبية في الواجه مما جعل الأمر شبه مستحيل لها أن تبدي أي تعابير وجهية في وقت لاحق كل الممثلين أصيبوا بانهيار مش طبيعي بعض الناس يمكن اعتزلوا المسرح حص النوع تهفة فكلهم شعروا بجزء من الاحتيال عليهم أي أن الشركة التي كانت تأخذ سوبر سول في المسرح وكانوا يعطونا الناس فلوس من يقدير يضحكها وكانوا يجمعون ناس كثير في المسرح عشان يشاهدوا فكانوا يدخلوا فلوس كان مسألة بيزنس بالنسبة لهم لأن القصة كالتالي كانوا يأخذوا سوبر سول صح؟ ويقولوا نجيب مئة دولار لكل واحد يقدير يضحك هذه وكانوا يدخلوا الناس يحاول يضحكها فأيضا كان في ناس كثير يحضروا المسرح عشان يشوفوا هذا النوع من التحدي الذي أصلح في نيويورك هذه الفترة جزء من المتعة كأنك بتشاهد برامج مسابقة ومنه الأفضل منه الأحسن منه وبيحصر على الجائزة فكان في جزء من التنافس فكان أيضا كما ذكر في صحف وفي مصادر عالمية أن صبسو كانت تتقاضى أيضا مبلغ بسبب بس جلوسها هناك عشان تقيمهم على أساس شيء من هذا فكانت تأخذ مبلغ من القالب الألف دولار وكان ألف دولار في هذه الفترة مبلغ مش سهل أنا بكلمك في بداية 1907 أي أن هذا الكلام حتى قبل الحرب العالمية الأولى تخيل أنت الموقف فظلوا المثلين من الشركة هذه كانت تحتال عليهم فحتى أنهم قاضوهم ورفعوا عليهم قضايا بالإحتيال والله أنا ما أعلمهم الصدق وكل هذه القضايا وجهت ويلي هارمرشتاين اللي هو كان المدير حق بردايس روف جاردن مسرح اللي في نيويورك وبعدما رفعت القضية تمت غرامة ويلي بعشرين مليون دولار دفعها كتعويضات لكل الناس الذي يصيبوا ودخلوا في حالة نفسية وكذا وانهاروا يعني يعني الموضوع والله يعني حرام عليك يعني حرام ليش كذا ليه والله حرام عليه يا أخي حرام يعني ولكن قدر أرباح هذا المسرح بالملايين الدولارات بسبب الزيارات المتكررة حتى في ناس كانوا يجو من خارج الولايات المتحدة الأمريكية ومن كندا ومن دول كثيرة عشان يشوفوا هذا التنافض عشان يشوفوا فعلا من اللي بيخلي اتضحك يعني هذيك الليه ما كانش في انستغراب ما كانش في يوتيوب ما كانش في وسائل تواصل إن الناس ممكن أنها تشوف عن بعض فكان ما يجعل الإنسان نفسه بيحاول يروح يمكن حتى التلفزيون ما كانش متواجد في هذه الفترة بشكل يعني فهمتوا كيف؟ ما كانش حتى في تلفزيون ممكن فهذا كان خلي الناس يروحوا يشوفوا إيش القصة ما كانش معهم إلا عصر الجرائي دي والكتب والقراءة مع ذلك كان معظم الناس في هذه الفترة ومثقفين جدا وفهمين الحياة وحتى بعد أن توفت سوبر سو أو سوزان كول لم ينساها العالم والتاريخ حتى أننا اليوم بنحكي قصتها للناس جميعا حتى أنها أصبحت رمزا لامعا في السينما والثيتر والمسرح العالمي إلى اليوم وقد تركت إرثا عظيما كما يقول المخرجين والمحلل والناقدي وأن اسمها سيظل مستخدما في الأعمال التجارية والسينمائية العالمية حتى اليوم أي أنها من المصادر الملهبة ومن الأرقام الصعبة التي مجدت في على بداية المسرح والناس الذي صعب أنك من تضحك وهذه كانت نهاية القصة يا شباب وأتمنى أنكم بسطتوا فيه واستفدتوا والقصة هذه حقيقية واقعية من 100% تقدروا تشييقوا لها ولكن كما قلت لكم سابقا في المصادر الحقيقية ما فيش أي صورة لسوبر سو أو سوزان كول ولكن تعتبر الفتاة الأولى في التاريخة التي تذكر بهذه الطريقة الغريبة ومن القصص الغريبة أهم حاجة يا شباب لا تنسوا بدعمنا بلايك عشان هي لايك ما تفعلش ولا حاجة لو معك أرباح من القناة وذا معك أي شيء ما تسجيزك ولا حاجة لايك بس تدعمني وتساعدني وتحفزني أن أنا أبحث أكثر وأستمر أكثر وإذا عندكم اكتراحات للقصص حصلت في اليمن في الوطن العربي لا تنسوا تحطوا هنا في الفعاليات سواء كانت في صفحتي على الفيسبوك أو صفحتي على اليوتيوب والسلام علينا وعليكم اشتركوا في القناة